أعوز عرف حضركم في هذه الوصية اللي احنا عايشين فيها لا تحسدوا كتير جداً بيحسب بعضنا البعض وينم على بعضنا البعض وفلان عنده وفلان ما عنده شي خلي بقى لكم فرقوا بالحاجة في هذه الوصية من سيد النبي عليه الصلاة والسلام في فرق بين الحسد وفي فرق بين العين إزاي مولانا الكلام ده الحسد تمني زوال النعم على العبد وحيلاً شايف ربنا ميديله أو عطيله يعني بسططاً في العلم أو الجسم أو في المال أو غير ذلك أنا بتمنى أنه يتروح من عنده لا لحسد تمني زوال النعم على العبد التي أنعام الله سبحانه وتعالى بها كان من المفروض نقول إيبا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اللهم أعطنا اللهم ارزقنا من رزقك الذي لا ينفد وهكذا إلى غير ذلك خلي بقى لك بقى العين غير المبصر الكفيف قد يقوم بهذه العين ليه بقى أنا مثلاً في الصين أو في الصين أو في الغربية أو في كذا وأسمع إنه فلان ده عنده وعنده 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 فيقوم الإيه في العين تتحرك العين اللي هي مكسوبة في القلب قال يبقى لك النقطة دي فيقوم العين تصبني من على بعد ده اللي سيدنا بقى لك فيما أخرجه الإمام المسلم العين حق العين تدخل الرجل القدر كما العين تدخل الرجل القبر كما تدخل الجمل القدر ترجمة نانسي قنقر